موسيقى مساء الخير لازم نحكي لليوم عن موضوع بشكل علامات استفهام واستهجام لما حبينا نحكي عن الموضوع كتير من أصحاب القرار استنكر لموضوع وهو الخيانة الزوجية الخيانة الزوجية التي تنتهك حدود الزواج سواء المنصوص عليها شرعا أو حتى من خلال المجتمع متى يفكر الشخص أن يخون؟ المبررات المختلقة من قبل الخائن دائما موجودة هل كان للتكنولوجيا يد في تحفيز الخيانة؟ الوازع الديني ضعيف في مرتكبي الخيانة الزوجية؟ الأسئلة والنقاط كثيرة في موضوع الخيانة الزوجية البداية ستكون نظرة عامة عن مفهوم الخيانة الزوجية في هذا التقرير من تابع سواء كونوا معنا بعد متابعتنا لهذا التقرير الذي رصد مفهوم الخيانة الزوجية وكمان أكد على أن التكنولوجيا ساعدت أكيد كلها المواضيع نحكي فيها لليوم بحلقتنا والبداية بدأت تكون مع الشريعة الإسلامية ورأي الإسلام بالقائم بالخيانة الزوجية وبصورنا يكون معنا بالستوديو الشيخ ربحي حمادة قادرة من الله الشرعي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك بداية من فضلة الشيخ بنا نحكي عن الشريعة الإسلامية ورؤيتها لخيانة الزوجية هذا المفهوم اللي أبدا هو مش سهل بس هو موجود واقعي وكل مجتمع بتعرض له ومن المجتمعات اللي عم تتعرض له مجتمعنا الفلسطيني فشو رأي الشريعة الإسلامية بهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بداية التشريعة الإسلامية عندما جاءت من الله سبحانه وتعالى اهتمت بالأسرة اهتماما عظيما واهتمت بتماسك الأسرة لأن الأسرة هي عماد المجتمع فإذا كانت الأسرة صالحة متماسكة قوية متينة كان المجتمع قويا ومتماسكا ومتينا ومن هذا الباب نجد أن الإسلام قد حمأ الأسرة وضع أنظمة وقواعد وأسججة تحافظ على الأسرة من أي خلل اتطرق إليها ومن هذه الأمور الذي قد يصل إلى الأسرة من خلل وما يسمى بالخيانة الزوجية أو نقول بين قوسين هو بالشرع يسمى الزنا الإسلام حذر من هذا الزنا أو الخيانة الزوجية تحذيرا عظيما وعده من الكبائر التي يعاقب عليها في الدنيا وفي الآخرة ووضع على هذه الجريمة عقوبة يعني غريبة عجيبة يعني تنفر كل إنسان ذو طبعا سليم الجلد قد يصل إلى الرجم لماذا حتى نحافظ على المجتمع سليما قويا متماسكا وأيضا حتى تكون هذه الأسرة فيها السكينة والطمأنينة الحاضرة للصغار للأطفال نعم بس فضلت الشيخ يعني في هاي الأيام اللي عم نعيشها مش عم بتكون بس الخيانة الزوجية اللي بتوصل للزنا فيه أنواع للخيانة الزوجية صارت هاي الأيام كونه مع التقدمات اللي صارة زي ما أشار التقرير لتكنولوجيا ممكن الخيانة الزوجية صار على تليفون بس هاي خيانة بالنهاية للأسف يعني لكل تقدم علمي له محاسنه وله مضاره نعم ونتمنى على جميع من يسمعنا من رجال ونساء أن نستخدم الجانب السليم والمفيد والنافع والإجابة والإجابة للعلمية كالنت وكشات إلى آخره وأن نبتعد عن الأمور الضارة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن العين تزني وزناها النظر وإن الأذن تزني وزناها السمع وإن اللسان يزني وزناها الكلام نعم الزنا درجات يعني الكلام عندما تفضلتي على التليفون قد يكون من أنواع الزنا النظر من أنواع الزنا السمع من أنواع الزنا لهذا الإسلام حرمها كلها سواء كان باللسان سواء كان بالاستماع على التليفون أو حتى ما يسمى الآن بالنة بالفيسبوك أو تشات هذا كله محرم تحريم قضعيا ويدخل ضمن مفهوم الخيانة الزوجية التي تسمى بالشرح هي تسمى الزنا ولها عقوبات تعزرية مقدرة نعم فضلتي الشيخ برأيك الوازع الديني أو ضعف الوازع الديني عند الشخص نفسه هذا الإشي بيشجع على الإقدام على مثل هذه الفعلة الخيانة سواء نحن بنحكي الخيانة الزوجية اليوم من الأنثى ومن الذكر يعني اثنين في هاي الأيام عم بيكون في عندهم نوع من ممارسة الخيانة الزوجية نعم الله عندما قال الزانة والزانة لم يفصل ما بين الذكر أو الأنثى يعني هذا الخيانة قد تكمنا الزوج وقد تكمنا الأنثى نقول الوازع الديني هو سبب يعني قلة الوازع الديني قلة الإيمان هو سبب كثير من المشاكل ومن ضمن الخيانة الزوجية نعم الإنسان إذا خلى عن دين إذا خلى عن تشريع يمنعه من أن يقول أن يرتكب حراما كالخيانة الزوجية كالزنا هذه مصيبة الإنسان يعني الأصل في الإنسان أن يراقب الله دائما أن ينظر أن الله يراه في كل شيء في السرية وفي العالم فالمؤمن إذا كان يعتقد اعتقادا جازما أن الله يراقبه وأنه سوف يحاسب وأنه سوف يفضح يوم القيامة على هذا الفعل يعني أنا كإنسان كرجل كذكر كأنثى في السر ربما يعني أقول ما أحد يراني وعندما أعلم يقينا أنه يوم الحساب على أمام جميع الخلائق سيقال فلان فعل كذا وكذا هذا سيكون عندي رادع إيماني ووازع ديني وهذا أهم شيء يجب أن يركزه القوانين العقوبات سهل جدا أن نتلاشاها ولكن العقابة الإلهية والوازع الديني هذا أمرك داخل القلب إذا نمي إذا قوية يمنع الإنسان من الخيانة الزوجية فضيلة الشيخ حذرتك كونك قاضي رمالله الشرعي أكيد تأتي عندكم قضايا كثيرة مثلا من سنة 2005 إلى هلأ عم بتلاحظوا في ازدياد بالشكاوي أنه في خيانة زوجية سواء من الزوج والراجع الزوج أو الزوجة هي بفضل الله لا نستطيع نقولها ظاهرة في المجتمع الفلسطيني أن المجتمع بفضل الله لا زال متماسكا نرجو الله أن يتم وأن يكون التماسك مستمر ولكن يلاحظ نعم أنا يعني منذ الآلفين للآن يلاحظ الزياد في الشكاوي التي تم بني الخلافات الزوجية على الخيانة الزوجية سواء من الزوج أو سواء من الزوجة وهذا يعني يجعلنا نقص ندوق نقص الخطر نقص الخطر نلابد يعني أن نبحث عن الأسباب وأن نتلشى ألا يعني نضع الأسنا في التراب نقول له ما فيش مشاكل في المجتمع في مشاكل هي قليلة نرجو الله أن تبقى قليلة وأن نقلل من هذا القليل ولكن إذا تم السكوت عليها وإذا تم التغاضي ووالله هذا يعيب نتكلم بهذا وهذا يعيب بهذا ستزداد وتنتشر يعني الآن النت في كل بيت الآن الشات وعدم رقابة من الآباء على الأبناء وهذا يؤدي إلى تفكك الأسر وتحللها يعني نسمع أننا قضايا نتكلم بها في هذا المجال يعني قضايا عجيبة غريبة تدمر أسر كامل يعني قبل أسبوع أقرأ في صحيفة في دول كالإمارات في الخليج تسعين في المئة من حالات الطلاق في تلك الدول من خلال استعمال الخيالة الزوجية عن وسائل الاتصال الحديدة تسعين في المئة يعني ليس عدد بسيط يعني من 90% حالات الطلاق سببها يعني فلسطين نسبتها الحمد لله ممتازة عن دول العربية نأية قليلة ونرجو الله تعالى أن تبقى صحيح كذلك يعني بجهود وسائل الإعلام بجهود علماء الدين نصح الناس إرشاد الناس الإنسان نفسه هو يكون رقيب على ذاته يعني مش إنه بس كل هاي الوسائل بتساعد بس الإنسان هو يحاسب نفسه بالنهاية أيضا خيالة زوجية تؤثر على الأسرة كاملة يعني لا صمح الله إذا حصل خيالة يعني أنا نرى في محاكمنا وخاصة خيالة زوجية تتدمر الأسرة كاملة بأبنائها بالأباء والأمهات يعني 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 مالله قضية نفق أمر بسيط جدا قضية طلاق بسيط أما عندما تثبت الخيانة الزوجية الأسرة يعني نفسيا تتتحطم مادية تتحطم نعم يعني الإبن عندما يعلم الله لماذا طلق والدي أمي لأنها كذا وكذا أو لماذا تم الطلاق لأنها كذا وكذا بتضل هاي سمعة مرافقتهم على طول للأسد طب فضيلة الشيخ يعني في سؤال واستفسار من كتير من الناس إنه الفتوى الأخيرة اللي تم إصدارها من المحكمة الشرعية أو من القضاء بشكل خاص تصيح وما صدرش ومن أتوقع مجلس الإفتاء مجلس الإفتاء ممكن يكون يعني أصح حضرتك من خلال أنه التعارف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ماذا رأيك بالموضوع؟ الإسلام يعني دائما من الأصل الأشياء الإباحة ولكن لابد من أي عمل أن يكون لها ضغطة يعني لا نجيز أن نطلق هاي ممكن تزيد أن نطلق فتوى مطلقة أو نقلي يعني رسوس لما قال يعني جاء رجل قلوا أريد أن أخطف فلان قلوا أنظر إليها فانأحرى أن يؤدم بينكما معنى النظر لهدف الهدف والغاية هو أن يكون أنا كخاطب قصدي الأصلي هو الزواج وليس مجرد تضيع الوقت يعني الآن نسمع الله فلان يجلس على النيت ست سبع ساعات يتحدث مع هذا هل قصد الزواج الآن يتعارف ساعات والله أنت كذا نقول إذا كان يعني الفتوى كانت هي ضوابطة نبيل شريف الزواج كتعارف نقول يعني فلان وفلان ماشي ولكن تمتد الأمور يعني مقال يعني موعد فلقاء فكذا هذا مصيبة هذا لا يجوز نهائيا يعني أنا بالنهاية شكرا نبدأ أشكرك جزيلة شكر فضيلة الشيخ ربحي حمادة مفترم الله الشرعي على هذا توضيح ورأي الإسلام دائما هو رأي المهم في أي قضية الحمد لله نحن مسلمون بالأغلب والمسلم دائما وقاف عندها أمر الله تعالى أكيد شكرا جزيلا لك فضيلة الشرع لك شكرا مشاهدين الكرام من أن ننتقل لرأي الشارع وأراء الناس في موضوع الخيانة الزوجية من تابع سوا وبعد هيك راجعين كونوا معنا إذن مشاهدين الكرام تابعنا أراء الناس تنوعت أراءهم بس أكيد بالنهاية الخيانة الزوجية أبدا ما كانتش مشروعة بالنسبة لكل اللي كان معنا لقاء فيهم بالشارع حاليا حنحكي عن الخيانة الزوجية الأبعاد النفسية المسببات اللي بتخلي سواء الزوج أو الزوجة إنهم يخونوا بصورنا يكون معنا بالستوديو الأخصائية الاجتماعية والنفسية سيدة نهاية أبو ريان أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا أهلا فيك طبعا تابعتي أنت أراء الناس وكل واحد يعني أبدع بإجابته حبينا نحكي عن هذه الظاهرة اللي هي للأسف متزايدة نوعا ما بمجتمعنا الفلسطيني بلاقيك الأسباب النفسية اللي بتدفع سواء الزوج أو الزوجة على الإقدام على هذه العملة وهي الخيانة الزوجية يعني غصون بدنا نعرف أول إشي إنه مفهوم الخيانة مفهوم نسبي بمعنى كل حدا عنده تفسير معين بخصه ودلالة معينة لشو يعني زوجي أو زوجتي خانتني إذا بدنا نحكي في إطار فقط الخيانة في العلاقة الزوجية فهون ممكن يعتبروا النظرة لغير الزوجة أو لغير الزوجة خيانة ممكن يعتبروا الحديث عبر التواصل الاجتماعي خياني ممكن العلاقات مع الأصدقاء بعتبروها خيانة إذا حكوا كلمة فيها مغازلة مع حدا من الأصدقاء أو الصديقات بعتبروها خيانة أو إذا تمادت الأمور ووصلت إلى حد العلاقات الجسدية بعتبروها برضو خيانة المفهوم يعني أو الشرط جسدي مباشر ممكن يكون علاقة جنسانية في إطار التواصل الجنسي فهون لازم كل حدا فينا يكون عارف إنه ما أنا أتفق على سبيل المثال في معك إنه خيانة قد يختلف فيه معانا آخرين ولكن تحت كل الظروف فيه دوافع تدفع وأسباب أو إيه صحيح؟ وأسباب إذا إحنا في سياقنا الفلسطيني في كثير ظروف بيتولد الضغط الضغط يولد السلوك اللي غير مرغوب في العادة والخيانة زوجية هم السلوكيات الغير مرغوبة واللي كل حالة فينا قبل شوي كنت مصادفة الشيخ يعني الحلال وبين والحرام وبين هاي الناس بديهية لها عارفينها ولكن هو الموضوع أكيد فيه ضعف لوازع الديني وللعلاقة فيه عدم سيطرة على الذات فيه احتياجات بتكون غير ملباسة واحتياجات نفسية أو احتياجات عاطفية زي إيش مثلا؟ أو مادية عند الزوج والزوج يعني العاطفية مثلا؟ يعني مثلا إنه زوجة مش شعري بهذاك التفاعل في عاطفة الحب الجياشي اللي ممكن يبادلها الرجل مع المرأة أو هي كمان اللي تعطيها ممكن حدا يفوت على الخط بهدف المغازلة والإطراء والإهتمام بشكل مختلف بيعطي للرجل معنى رجولته أو التفهم لإله لأنه الرجل في مفهول علاقة أو المرأة بيبحث دائما عن مين يفهمه إن يدللوا أكتر ومين يفهمه كمان نعم يعني يدللوا ويفهمه بطريقة يعني إنه بدوش هالالتزام بدوش هالأعباء اللي في إطارة زوجية بيحبوا التجديد بعض يعني كثير في عدم تحمل المسئولية عدم تحمل المسئولية الرغبة في التجديد كمان إنه ما فيش شي إشي وسائل رفاه إحنا هسا بركز إنه مش عم نذكر في مبررات إحنا عم نذكر في دوافع واسباب يعني فمفهوم السعادة سوف كأنه بدي نحصل عليه من خلال هاي العلاقات طبعا إجت التكنولوجيا سهلت مهمة الوصول لهذا الموضوع الزابت الطين بل بالضبط ولكن بشو بإطار إلى حد ما بحسوا فيه إنه بالأمان كيف الأمان يعني أنا مثلا ممكن يكون في علاقة خيانة كزوجة أو كزوج وبالتالي ما فيش عليها الالتزامات إنه ممكن تكون من خلال تواصل إلكتروني فمش هالالتزامات ممكن يكون من خلالها الاضطرار للزواج مرة ثانية وفتح أعباء أخرى هم مش بصدادها هذا إشيء أسهل يعني طبعا هذا إشيء أسهل وبيلبهم من خلاله الرغبة كمان ننساش كمان إنه الانفتاح زائد عدم وضوح مفاهيم زي الأسرة كمان لأنه المفاهيم في زمننا منحمل المسميات زي ما كانت في الماضي الأسرة الزوجة الزوجة لكن دلالاتها صفت تختلف التزاماتها صفت تختلف اليوم المجتمع مختلف وعن الماضي وكل شيء حوالينا أكيد مختلف عن ما سبق طيب حبينا نحكي نهاية شوية عن أنواع الخيانة في عنا خيانة جسدية في عنا خيانة نفسية هكي نوضحهم أكتر للمشاهدين أنا بدي أتطرق لهنكات من خلال دي أحكي لك أنه للأسف أصرنا في الفترة الحالية أصر باردة ما فيها التغذية العاطفية ما فيها الاحتواء العاطفي طبيعة الأسرة أو طبيعة العلاقة الزوجية نعم ما فيها هالاحتواء العاطفي اللي هو بالدرجة الأولى خيانة نفسية بمعنى الإذاء النفسي الحاق الأذى النفسي بالزوجة أو الزوجة من خلال إقامة علاقة غير معلنة وغير شرعية وغير مقبولة اجتماعيا حتى غير مقبولة نفسيا يعني حتى مقيم العلاقة مش بكون بحالتها الريضة الممتاز لأنه بكون في شخصية متناقضة عندهم متزوجة أو متزوجة وعندهم ارتباط للأسرة وفي نفس الوقت عندهم الرغبة لتلبية احتياجاتهم اللي هم مفتقدينها من الحرمانات المتعددة اللي ممكن يتعرضوا لها كمان المعنوية هي بذات القدر يعني النفسي والمعنوي واحد ولكن في خيانة تصل إلى مرحلة المفهوم الجسد اللي هو إقامة علاقات جنسية وفي خيانة بتكون من خلال البعد من خلال عدم الاعتمام من خلال عدم الأرضاء الجنسي في العلاقة الجنسية من خلال تلبية Whatsappell جنسية من خارج إطار الأسرة من خلال الإهماعة من خلال النظر بالدونية لهذا الزوج أو هذه الزوجة وكمان أيامات الطعن فيه ومحاولة تبرير خيانة الزوج لزوجة زوجة أو زوجته بأنه يحط العيوب في الطرف الآخر صحيح وبتصير من أنواع الخيانة ممكن أو من المسببات أن الزوج خان الزوجة بدها تخول واحدة بواحدة وكأنه هيك بصير الصح طيب هلأ برأيك أنه نفسيتي الخائن سواء الزوجة ولا الزوجة يعني كيف ممكن تواجه المجتمع كيف ممكن تواجه الولاد كيف ممكن يواجه هو زوجته أو هي تواجه زوجها أصلا شوفي فيه ناس بيتعاملوا في الموضوع بثيقة عادي يعني مقابلانين ومش مستحين منه ومش خجلانين ومش شي يعني هيك إحنا يعني وفي لحظة من اللحظات فيه طبع بغلب التطبع فيه ناس بيتطبعهم بتنشئتهم في التربية في الأسرة في تربية في المجتمع يحب يحشون أن هذا موضوع مقبول عادي ما فيه مشكلة فيه ناس بشعروا بالذن بينه وبين حالهم بشعروا بالخجل والعار أمام الناس بيظلوا يحسبوا هذا الحسبان بيخافوا من لقاءهم في ربنا في لحظة من لحظات في لحظة صفا يعني بخافوا من هال بيبلش من حساب الذاتي نعم الحساب الذاتي لو من ذات شعور بالذات تجاه الآخر خصوصا إذا كان الطرف الآخر داخل الأسرة اللي هو الزوجة أو الزوجة يعني من الشخصيات اللي لا يستحق الخيانة من الشخصيات اللي عن جد عميهم لأنه أيامات بتكون في خيانة زوجية بس في المقابل الزوج أو الزوجة مش مقصرين صحيح ولكن لأهواء النفس يعني لأهواء النفس بتكون غير مبررة فهون الشعور بالعال يعني والخزي بصراحة بين الإنسان وبين ذاته حاله بيدمر النفسية وبسبب القلق التوتر الخوف دمن الواحد على عصابه دائما متحق يعني ما فيش أريحية بالحياة يعني بسرعة يا إنه لدرجة إنه ممكن ما يتركش تليفونه براحته أمام زوجته أو زوجها يكون دائما مش دود على عصابه شعر في العلاقة إنه أنا مش معك أنا مش إليك أنا بخونك وفي نفس الوقت إنه أنا مش قادر أمنحها مش قادر أعمل كنترول أو سيطرة على رغباتي ودوافعي نحو هذا الموضوع فنبدها نكون عارفين تماما إنه شخصية الشخص اللي بيسمي هذا السلوك إنه عبارة عن خيانة وبشوفه خيانة أكيد بتكون شخصية غير مرتاحة وفي اللي بيسميه إنه عادي وهذا حق لإله بالبقله وبطلاله أو إنه مسموح له وجايته الشغلة على البارد باللغة العامية صحيح فهو ما عنده مشكلة فهذا يعني حسبانها في الآخر وخصوصا إنه لا هدف في أول على آخر يعني هي نزوات في الغالب طبيعة وعادة بطريقة غير مبررة طريقة للترفيه طريقة للتسلية طريقة للتفريغ النفسي طريقة للشكوى عن الهموم خارج إطار الأسرة ولكن هي ليست مجدية نفعا في النهاية أكيد نهاية بمخلال رؤيتك للناس وبتتعاملي مع شخصيات كثير مرت عليك حالة مثلا واحد إنه هو خان زوجته ولا هي خانت زوجها كيف كان التعامل معهم إنه حدا إجا شكالك يعني يعني أنا بدايةً بدي أحكي إنه كنت بدي أعرج على الحديث اللي سبق إنه كان إنه مشي ظاهرة أنا بدي أحكي هي مشي ظاهرة معلنة هي شي بيصير شائع درج غير معلنة صحيح يعني كله بالمسطور ولكن لو بدنا تحت الطاولة تحت الطاولة لو بدنا نعرض على السقف كثير في حالات في الغالب بدون مبالغة من خلال عملنا مع الأسر بصراحة فيش بيت تقريبا بيخلو من هاي الحالات يعني ستة من عشرة خليونا ما منخوفش ناسك ألا ما منخوفش بس إنه بيصير فيها الميول انخليت بليت بصون غسة في أزواج عندهم القيم زوجية من الزوجات والأزواج الذكور كمان وبيحترموا الأسرة وعندهم استعداد يضحوا بكثير شغلات كلمال إنهم بيحافظوا على هاي الأسرة ولكن هي درجة وخليني أحكي لك على أساس ما ما نظلمش للإستناعات الموجودة أنا بداية تفك معيك على ستة من عشرة هذول الناس بداية لازم إننا نخليهم يستكشفوا هم مساحة الرضا في ذاتهم عن تصرفاتهم هل هاي تصرفات مقلعة أولاء لإلهم هل هي ما هي الإشي اللي بتطلعوا لإلوه هادا الطموح اللي كانوا حابين يوصلوا له بدنا نخليهم يشوفوا تأثيرات على حياتهم على أسرتهم على أطفالهم مهم جداً أنت أغلب الحالات الممكن تتابعيها بتحس إنه في عندهم تأنيب ضمير مين بتحسي أكتر إنه الرجل ولا المرأة عندهم تأنيب ضمير كلاهما لوم الذات عند كلاهما ولكن أكثر عند النساء من الرجال ننساش التربية الاجتماعية دائماً لأنه المرأة خارج إطار أسرتها معناها خلص هاي أي علاقة أي تفاعل مع الرجل مع الجنس الآخر هو عبارة عن شيء غير مقبول قطعين اجتماعيين في مساحة لوم الذات والخوف بيكون أعلى بكثير من الرجل اللي إلى حد ما المجتمع في لحظة من اللحظات ببرر له مع أنه صار في شوية نضج في عقلية المجتمع لحد ما بس إحنا بنظن أنا يعني للأسف بدي أحكي لك إنه إحنا أكثر ناس نجيد التعامل مع العقلية موضوعية يعني التناقض من في الشيء وفنفس الشيء بنعمله ومنحبه ومنكون ضده ونعمله لكن هي درجة مهم كمان إننا نخلي الشريك عودة كمان من خلال شغلنا نخليهم يشوف كمان السمات الإيجابية للطرف الآخر ولى الأشياء الكثيرة اللي معقولة والتفاصيل الكثيرة للأسف إنه إيامات بتكون في أشياء متعلقة بصدمات الطفولة عند الأشخاص وتظهر بسلوكياتهم مع الأسرة تبعتهم بعد ما يزوجوا ويبنوا أسرة ويصفي في حالة من البحث دائماً عن الحلمانة يعني كل الترسبات الممكن يواجهها الطفل ببنيها يعني إحنا مرات من نستهيل في أن الطفل مش منتبه أو مش عم بعلق بس هو فعلياً بيكون يخزن وهذا الإشي ممكن يترجمه بأسرته في المستقبل يعني أكيد في الغالب صدمات الطفولة هي بتحدد سلوكياتنا في المستقبل إذا ما لقناش من يحتوينا صح وبرجع بأكد لك غصون يعني للأسف أنه إحنا منفكر الأطفال مش منتبهين لأشياء مش مش شعرين بأشي مش مدركين لأشياء وبنحكيش عن التوعي الصح في هاي المواضيع من رسخش القيم الأساسية بشكل مزبوط عند الأطفال دائماً بحالة الترهيب دائماً بحالة أنه أنت معرض للعقاب التهديد في هذا الموضوع ولكن لو نوصل المعلومة صح لأولادنا وللجيل الصاعد ولأزواجنا وللمقبلين على الزواج ولا اللي عندهم التزامات بتعفي فيه أشخاص كمان بيكونوا يعني الزواج عبارة عن قيد لإلهم وهم أحرار عصافير يعني فما بيحبوه شركة نفسكات فتخيلي هذا يعني بيقبن خلق فكيف تدي أقلم حاله مع فكرة الانتزام وزواج في الحياة الجديدة طبقاً ووفقاً لمفاهيمنا فهذا للناس لما يتواعوا صح كوني على يقين أنه النسبة رحت لحد يعني هم من أهم الأسباب للحد صحيح نعم لأنه كمان ما نشوهش المفاهيم عند أجيالنا وعند أزواجنا كمان ونكونش دائماً نتجلاب نحاول نفهم نستوعب ونساعد دائماً ما فيش حدا بيصال متأخر يعني تكيف في حدا لو وصل متأخر أحسن وضل ماشي في طريقه سوف نتصل متأخراً خيراً من أن لا تأتي نعم كمان نهاية أنا كنت كتير حبة أنه يكون معنا حالي إحنا دائماً بالبرنامج بيكون معنا حالي بتحكي لنا عن التجربة هي مرة فيها أو هو يعني بس للأسف كان الكل رافض بتاتاً أنه يحكم مع العلم أنه بتتعتم الصورة وبيتغير الصوت بالإضافة لهيك كنت حبة كتير أنه ناس مهمين أنهم يساعدونا زي الشرطة كان لهم دور للأسف سلبي حتى هم يرفضوا الفكرة نهائياً واستغربوا واستهجنوا أنه إحنا ليش منطرح هيك موضوع اللي هو الخيانة الزوجية وإحنا من نشوه المجتمع إحنا أبداً لا من نشوه المجتمع ولا عم نجيب مواضيع هي مش موجودة بالمجتمع هو واقع إحنا هدفنا الأول والآخر أكيد أن نواعي المجتمع ونلفت الانتباه بوجود مثل هيك مفاهيم وصلني إذا بتسمحي لي هون بدي أحكي لك أنه سواء الشرطة أو الجهات اللي أنت طلبت منهم الأشخاص اللي هم مثلاً يتعرضوا للخيانة أو قاموا بالخيانة صحيح مش سهل إنهم يحكوا لك عن هذا الموضوع بالنسبة للشرطة هي حماية لهذه الأشخاص أكيد إحنا نحتار دائرة الأمان فبيخلوه دائماً بيحبوا ما يخوفوش المجتمع بأن هذا الموضوع دارج فبيحاولوا أنهم يخلو المجتمع شوي حاسين بالأمان يعني نغطي عنها بالضبط وهم دائماً بطلبوا أن الإعلام ينشر التوعية إذا لازم يكون فيه هناك توقت تعاون تعاون أصدق أكيد لهم أسبابهم وبالنسبة للأشخاص اللي تعرضوا للخيانة وأنهم كاموا بالخيانة يعني من أصعب الأشياء اللي ممكن يكونوا فيهم أكيد أهم قدر هذا الإشوح حتى لإلكم حتى في إطار السرية للمشاهدين يعني هاي بتسبب لهم مصمت عار بالنسبة لإهم على الأقل هم بينهم بين نفسهم يعرفوا أنه هذا الشخص اللي على التلفزيون أنا أعرفت كيف؟ فبيكونوش مرتحين صحيح فبيلهم وذاتهم بيتعقب عليها مسهل بس يعني يعني رائع جدا أنه انطلق الباب على هذا الموضوع لأنه يعني الشمس تتغطاش بالغربال صحيح وإحنا هدفنا أن نوعي الناس على أساس نحميهم على أساس نخليهم يستكشفوا الأمان ليس عشان شوه المجتمع بتاتا وصدقين يغصون ولجميع المشاهدين كمان اللي ممكن خطابنا اليوم بيلامس بيلامسهم بطريقة أو بأخرى للأشخاص اللي يعانوا من هاي الأمور أكيد فيناس كتير وعم بيعانوا من هاي الأمور نعم بيتك وما كان مزروع من خلال أهلك وما كان الدفئ هذا موجود في البيت أبدا مش رح تلقي بره مهما كان يعني آخرته إلى زوال ما رح يكون ثابت وبس بيخلف لك المصاعب والمتاعب النفسية والمشكلات اللي ممكن تتفاقم لدرجة لما ينكشف الموضوع ممكن يصير الطلاق التفاقق التفاقق اللي بد يصير يعني الأطفال اللي بدهم يتشتتوا يعني دائما إحنا من خلي الناس تشوف يعني أنت كبالغ شايف المساحة من البلوغ والنضج أنك أنت حاسس أنه هي رغبتك هذا احتياجك هذه مشاعرك هذه نزواتك ولكن الطفل شو دنبو اللي أنت كردت يجبته على الدنيا دائما الأطفال بطلعوا هم ضحايا الزوجين الغير النضجين يعني أنا بدأ أشكرك جزيلا شكر الحكي بمتد خاصة بالنفس علم النفس وعلم الاجتماع شكرا جزيلا إلك سيدة نهاية أبو ريان الأخصائي الاجتماعي والنفسي على كل هذا توضيح شكرا كثير إليك يعطيكو أطف مع فاصل قصير وبعد هيك راجعي نكونوا معنا بلازم نحكي مكملين معكم ببرنامج لازم نحكي وموضوع حلقتنا لليوم عن الخيانة الزوجية هل فعليا في فلسطين مراكز للناس اللي حابة تفضفد عن هذا الموضوع وعن أي موضوع خاص بخص النفسية الإنسان أو حتى إنه هذا شخص تعرض لخيانة زوجية أو هي تعرضت لخيانة زوجية مش قادرة تحكي ولا لا أي حدا وهذا الموضوع أكيد صعب إنها تحكي لحدا ممكن يكون فيه هناك نوع من التلوين يعني يلومها الشخص اللي أمامها أو يخليها تحس بتأنيب الضمير بس فيه مؤسسات فعليا عم تسمع الناس اللي حابة يحكوا عن هذا الموضوع بدون ما تدخل يعني رأيها في الموضوع بصرنا نحكي اليوم مع سيدة أهيلا شومالي مديرة مؤسسة سوا أهلا وسهلا فيك أهلا فيك سيدة أهيلا طبعا نعرف إنه مركز سوا هو المركز بسمع كل شخص بدء تليفونه خاصة إنكم أنتو بتتعاملوا عن طريق الهاتف شكاوي كتير حابين نعرف إنه عم تجيكم هاي الأيام أو هاي السنوات شكاوي خاصة بالخيانة الزوجية وكيف عم تتعاملوا معهم يعني سوا بتدير خط هاتفة الخط الهاتفة هو رقم واحد تنين واحد اللي بيستقبل اتصالات خلال 16 ساعة من اليوم فإحنا في عنا كم هائل من الاتصالات إذا نتطرق لموضوع الخيانة الزوجية كموضوع إحنا بنعتبره هو شكل من أشكال العنف لأنه فيه مصف مشاعر الآخرين إذا كان من قبل الزوج أو من قبل الزوجة وعادة لما منتحدث على الخيانة الزوجية ففيه طرفين المشاركين بهذا بهذا الموضوع عمليا جزء من المعاناة اليومية اللي ممكن تعيشها النساء هي تصرفات مختلفة من قبل الشريك أو كمان الرجال بس بالأغلب إحنا الحالات اللي بتحكي عنا هي نساء أكتر فمنلاحظ أنه يعني فيه نوع من الإهمال لكون الزوجة هي شريكة وبالتالي هي بتبدأ من هون تتحدث عن معاناتها اللي موجودة خلال إطار مشترك اللي ما فيه حوار وعمليا عدم الحوار ما بين الزوجين هو بيؤدي غياب الحوار لأشكال مختلفة من الإساءة والإهمال لبعضهم البعض وبالتالي هذا كمان بيؤدي لأنه كل شخص ممكن يسلك سلوك خاطئ غير ملائم خلينا نقول بدون ما يشارك شريك حياته في هذا الموضوع وبالتالي الوقع على الطرف المتضرر هو كتير صعب من ناحية نفسية ومن ناحية ثقة بالنفس لأنه هذا بيهز عمليا الثقة بالنفس بيهز كل الإطار الزوجة وبالتالي المرأة بتصير تبحث عن مكان لتقدر تعيد توازنها أو تفهم إيش عم بيصير معها وبحاجة لأنها تشارك يعني شو التصرف الصحيح الممكن تتصرفه طبعا وبحاجة لأنها تستشير أو تحكي مع حدا وبهيك موضوع كتير من الأحيان بيكون صعب أنها تكشفه لأي حدا لأي طرف فعمليا عندنا الخدمة هي مقدمة بشكل سري يعني ما في حاجة تعرف عن اسمها أو من أي منطقة هي بالتالي بيكون فيه تفهم كتير لوضعها وفيه أذن صاغي لإلها اللي هي بتسمعها أكتر من ما إنه بتوجه لها انتقادات أو بتلومها أو بتعاتبها فعمليا في إلها مساحة في إلها خصوصية اللي بداخل هذا الإطار نفسه كتير بيساعدها لأنها تعيد ثقتها بنفسها تعيد التفكير في الموضوع وتكون جاهزة أكتر لاتخاذ أي قرار هي بتشوفه مناسبة من خلال متابعتكم لهذه الحالات في حالة معينة مثلاً كان عندها صدمة قوية وطلوات منكم إنها تيجي حدا يعالجها حدا يفهمها أكتر شو اللي عم بيصير فيها أو في يعني بس أنت حضرتك تقولي إنه الأكتر السيدات اللي بيقدموا على الاتصال فيكم يعني في حالات الصدمة بتكون شديدة بس إحنا في عنا خدمات مكملة لخدمة الخط الهاتفة وبالتالي إذا أي حدا بده إرشاد فردي أو علاج فردي لفترة قصيرة مش لفترة طويلة فممكن إنه نوجهه لمركز الإرشاد عنا بداخل المؤسسة سوا في مركز إرشاد اللي ممكن إنه نوجه الشخص وياخد موعد مع المرشد أو المرشد المختصة بهذا الموضوع ومن هون بيصير فيه تعيين جلسات إسبوعية لحد ما الشخص يشعر إنه هو أعاد السيطرة تماماً على حياته لاحظتوا في ناس صار عندهم يعني جاوزوا المرحلة اللي هم فيها المظومين يعني أه طبعاً في يعني العمل هنا كمان كتير مهم إنه نذكر كمان للي عم بيسمعونا وبيشاهدونا اليوم إنه أي شخص بده يشتغل على ذاته هو بتطلب منه مجهود كتير كبير من ذاته منه نفسه لأنه كتير من الأحيان منفكر أو منعتقد إنه المرشد هو بده ينقلي من حياة صعبة لإنه ينقلي لحياة كتير سهلة هذا مش صحيح فبالتالي الشخص اللي بتوجه للإرشاد مطلوب منه إنه يكون جاهز مهيئ نفسياً لأنه بده يساعد نفسه لأنه ينتقل من الوضع اللي هو موجود فيه لوضع أفضل هو بيطمح إنه يكون فيه هو لازم يساعد نفسه أولاً عشان المرشد يقدر يساعده بالنهاية بالضبط فعملياً توضع خطة مشتركة ما بين المسترشد والمرشد وبالسيب متابعة هذه الخطة على مدار ست شهور أو لسنة حسب كل حالة فيقل هال يعني طريقة التدخل طبعتها المختلفة عن حالة أخرى في رجال حسيت إنهم طبعاً حضرتك تفضلت وقلت إنه سيدات أكتر بس ما فيش رجل مثلاً تصل فيكم وحكى لكم إنه زوجتي هي قامت بفعل الخيانة أنا هون بديش أعمة وبديش أقول إنه بفقت نساء كمان رجال بتصلوا وكمان رجال بتعرضوا العنف بس بشكل عام الإحصائيات العامة والعالمية هي بتشير لإنه النساء أكتر معرضات للعنف بس هذا ما بينفي إنه الرجل اللي بتعرض كمان للخيانة يكون عنده مشاعر مشابهة تماماً للمشاعر اللي بتمرؤ فيها المرأة لاحظتوا إنه في وجود نفس المشاعر في وجود نفس المشاعر وهذا الشيء أنا يعني بحب أأكد عليه لأنه من تجربة بخلال فترة طويلة بالعمل وأنا يمكن كمان بذكر إنه أول مرة في حياتي المهنية يمكن لما تعاملت مع الرجل اللي بتعرض لإغتصاب كان شوي في البداية صعب عليه إنه أنا أبدأ أسمع لرجل اللي بتعرض لإغتصاب بس بالنهاي شعرت إنه المشاعر اللي هو بشعر فيها هي تماماً مطابقة لأي إمرأة أو أي طفل بتعرض لإغتصاب لإغتصاب فعملين عملية المشاعر هي ممكن تكون متثاوية بين جميع الناس بغض النظر صحيح سواء ذكور أو إنا بالضبط بس أنا كمان يعني بشوف إنه اليوم في جرأة أكتر عند الرجال إنهم يتوجهوا ويتحدثوا عن المشاكل اللي هم بيواجهوها يعني أنتو من بداية فتح أو افتتاح مؤسسة سوا لاحظتوا في إقدام أكتر هاي الأيام على إنه الناس تتصل عم بتحس الناس بيوجود ثقة لهذا المتلقي إنه عم بيسمعونا فعم بتزيد نسبة الناس اللي عم تتصل فيكم وتشكي أو تفضفد عن الهم اللي هي عم بتعاني منهم إحنا اليوم منشعر إنه الخدمة تبعتنا هي متوفرة أكتر متاحة بوقت أطول أكتر وبالتالي في عنا تقريباً 30 خط اللي هو برد على الخدمة فعملين هذا بيعطي مجال لناس أكتر إنها توصل ومنحس من سنة لسنة عم بزيد الاتصال يعني إحنا شهرياً من نوثق بين ألفين لألفين ومثين اتصال أو ألفين ومثين حالي فهذا بقول إنه الناس صار في عندها معرفة أكتر في الخدمة وبالتالي فيه ثقة أكتر كمان في الخدمة لأنه الأغلب المتصلين فينا هم يسمعوا من شخص آخر أخذ تلقى القدمة وهونا كمان فيه إشي سلبي إنه الناس عم بتزيد همومهم إنه فيه ازدياد بالاتصال وفيه ازدياد بالأشياء المأساوية اللي عم بتعيشها الناس يعني ضمن الظروف اللي عم نعيشها كفلسطينيين فأحي عنا مشاكل متنوعة ومختلفة وكونا واقعين تحت عنف فالعنف كمان بزيد أكتر وبالتالي يعني ما فيش بأتخيلش أنا فيه مجتمع خالي من المشاكل بس إذا بنقدر إحنا نخفف من من حد من هذا الأشياء من وجود بعض الظواهر فهذا بساعد تنمية المجتمع بشكل سليم أكتر يعني بالنهاية أنا بدأ أشكرك جزيلة شكر سيدة أهيلا شوملي مديرة مؤسسة سوا شكرا كتير ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله يكون فيه مجتمع زي ما أنت تفضلت إنه ما فيه مجتمع خالي بس على الأقل يحد من أي شيء سلبي عم بتعرض شكرا جزيلا إليك شكرا إليك بنهاية لقاءنا مشاهدين الكرام إحنا مندعو بالنهاية الزوج والزوجة أول إشي يفتحوا حوار صريح وواضح بين بعض ما يبعدوا عن بعض يا زوج اهتم شوي بزوجتك وأيضا الزوجة تهتم بزوجها إذا دايما هذا هو السبب أو هذا هو اللوم بنهاية اللقاء كمان مرة بشكر كل اللي تابعونا وأكيد بشكر فريق البرنامج وهذه تحياتي وصن صبري إلى أن نلتقي الأسبوع القادم في لازم نحكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة